موسيقى يا صباح الفل والوارد والياسمين على أجد عناس المصرين يا صباح الرزق يا صباح كل حاجة حلوة النهاردة في حاجات حلوة كتير هتحصل وبتحصل بإذن الله أولا الجو حلو والشمس طلع يعني دي إبادرة أمل النهاردة بتتجه أنظار العالم كله لمصر عشان فيه حدث مهم جدا هو افتتاح حقل ظهر في منطقة أشروق في بورسعيد منطقة من مناطق الامتياز البيترولي في البحر الأبيض المتوسط الحقيقة احنا محضرين كلام على الحقل ظهر بشكل كبير علمي هنشوف ايه امتيازات الحقل دوات هيفدنا بايه هل هيرجع لنا بفوايد كتيرة ولا لأ طب هيساعدنا في ان احنا نحصل على يعني العملة الصعبة هيوفر لنا عملة صعبة هيبقى فيه الصناعات معينة هتشتغل تاني جنب استخراج هذا الغاز والتسييل ويعني حاجات كتير أولا نتكلم فيها وهنقدر ان احنا نشوف الفيديو زي ما احنا شايفين يعني حقل ظهر الغاز الطبيعي بدأ تتشين أول دخل أكبر حقل غاز بالبحر المتوسط هيتم افتاحه النهاردة حقل ظهر اكتشفته شركة ايطالية عام 2015 يكون أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب غاز ليكفي مصر الزاتية من استهلاك الغاز الطبيعي وبيمثل طبعا نقلة اقتصادية هي الاولى من نوحة في جمهورية مصر العربية الحقل بيوجد في منطقة كبيرة في البحر الابيض المتوسط اسمها شروق وبيعتبر الحقل من أكبر الحقود المكتشفة في البحر الابيض المتوسط بدأ الانتاج منه في ديسمبر 2017 والاحتياطي المؤكد 30 تريليون قدم مكعب وهيضاعف بإذن الله الحقل دوت هيضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي بيبد عن بورسعيد حوالي 200 كم في البحر الابيض المتوسط وعثرت عليه الشركة الايطالية في منطقة البحر المتوسط على عمق نحو 1500 متر وقد تم حفر البقر على عمق 4000 متر في المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط هتستخرج الشركة نحو 1 مليار قدم مكعب في السنة الاولى للانتاج وبترتفع تدريجيا حتى يصل انتاج الحقل 2.5 مليار قدم مكعب في السنة في عام 2019 طبعا الانتاج ده هيشكل نحو 40% من انتاج مصر للغاز وفقا للخطة حقل زهر المصري سيصدر جزء من الغاز منه الى اوروبا ودول الشرق الاوسط وزير البترول والسارة المعدنية المهندس طارق المولة كشف عن زيادة كميات الغاز المستخرجة في حقل زهر بنسبة 17% منذ بدء التشغيل وحتى الان وسترتفع الكاميات من 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا الى نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا باذن الله اوضح المولة ان تلك الزيادة سوف تصل الى نحو مليار قدم مكعب غاز منتصف العام الحالي وبها تنتهي المرحلة الاولى من انتاج الحقل بعد الانتهاء من انشاء محطة استقبال وفصل ومعالجة الغاز المستخرج قبل دخو في الشبكة القومية للغاز مع اكتمال المشروع هتصل الطاقة الانتاجية القصوى للمشروع الى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في نهاية عام 2019 باذن الله وبالتالي هيخف انتاج الحقل تدريجيا وهيخف عبق على العملات الاجنبية بعد وقف استراد الغاز من الخارج طبعا وده هيفدنا في العملة الصعبة واللي هيوفر نحو 60 مليون دولار شهريا بالتقريب كده الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز هيوفر على مصر تكلفة شحنات الغاز المسال اللي كان بتصل فيها المليون وحدة حرارية للتسعة ونص دولار مقابل خمسة وتفاصل تمانية وتمانين دولار قيمتها عند الحصول عليها من الشركة الاجنبي من مصر وهو ما يعادل توفير لفاتورة كبيرة كما سينعاكس وقف الاستراد الغاز من الخارج على الموازنة العامة طبعا هيفرق معنا جامد جدا حيث سيقلل من النفقات الزائدة التي كانت مصر تتفح من أجل الاستراد الحقيقة بيساهم ظهر أيضا في زيادة الإرادات عبر حصة مصر المجانية من الحق والتي تمثل 40% من الانتاج وتقدر مع اكتمال المشروع بما يعادل 2.5 مليار دولار سنويا لأن شراء مصر حصة الشريك الأجنبي في الانتاج الحقل سيحميها من تقلبات الأسعار العالمية للغاز طبعا إذا ارتفعت لأنها هتضمن كده توفير هذه الحصة بمبلغ 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية من ضمن الفوائد التانية تعالوا كده نستعرض شوية فوائد تحسن الميزان التجاري مع توقف الاستراد وتفتح أفاقا جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في المناطق الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط حيث أن هناك شركات تعمل في مناطق مجاورة لمنطقة امتياز شروق هناك سبع مناطق امتياز أخرى بخلاف منطقة شروق التي تشمل حقل ظهر تعمل فيها كبرى الشركات العالمية هذه المناطق بها ما لا يقل عن 200 تريليون قدم مكعبة احتياطيا من الغاز وهو ما يغير طبعا خريطة اللاعبين في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بتأتي أيضا ضمن فوائد الانتاج من هذا الحقل لأن حفر بئر واحدة من ضمن 20 بئر استكشافية المفروض أن تشملها خطة التنمية باستثمارات لعملية الحفر فقط تقدر بنحو ملياري دولار بما يعادل 100 مليون دولار لحفر كل بئر إضافة إلى الوصول الاجتفاء الزياتي وتخفيف الأعباء على النفقات الدولارية لمصر ستشهد صناعات كيمويات والأسمدة كثيفة الاستهلاك الطاقة نشاطا ملحوظا خلال الفترة المقبلة والتي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد ومن خلال تعدد عمليات التصنيع فيها تنتهي بمنتجات تستوعبها السوق المصرية ويمكن التصدير منها والاستفادة بالعملة الصعبة يوجد في مصر محاطتان لتحويل الغاز من صورته الغازية إلى صورة سائلة لتصديره شحنات إلى دول أخرى وتصل حصة الدولة في إحدى محاطتها الإسالة إلى 24% والأخرى إلى 20% في الأخرى ومع تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة كانت طبعا تراجعة الطاقة الإنتاجية للمحاطتين بشكل جبير اللي احنا هايزين نقوله من الكلام ده بإذن الله إن شاء الله دي فتحة خير وإن شاء الله وبإذن الله يعني الحقل دوت هيدين فرصة كبيرة إن احنا نوفر دولارات وملايين الدولارات ويوفر لنا العملة الصعبة ويوفر لنا كمان زي ما قلنا كتير من الصناعات يعني فيه أيدي عملة هتشتغل في كتير من الاستثمارات يعني فيه شركات هتيجي كتير من فرص العمل للشباب بيوت هتتفتح هو ده اللي احنا عايزين هو تنمية كل اللي احنا نقوله ده يساوي تنمية احنا بنحارب الإرهاب وبننمي بلدنا وبننتج وبنعمل كل حاجة هو ده دي العبقرية في اللي حصل في الفترة نحنا عندنا تحديات كثيرة قوي 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 لكن في نفس الوقت نحنا قد التحديات وفي نفس الوقت قد التحديات إن احنا ننمي سهل جدا إن انت يعني تبوز لكن صعب إن انت تبني فيعني ربنا يكرمنا يا رب بإذن الله ونقدر إن احنا نكمل بشكل زي ما احنا مشين كده بإذن الله طيب عندنا النهاردة فقرتين طبعا في حدث مهم جدا حاصل على أرض جمهورية مصر العربية هو معرض الكتاب هي معرض الكتاب السنة دي يعني عمل شغل جامد جدا 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 ويعني هو فعالياته هتبقى ضمن 15 يوم وهينتهي يمكن 10 فبراير في فعاليات كتير جدا في 27 دولة مشاركة 15 عربية 3 إفريقية 10 أجنبية وطبعا تم اختيار الجزائر دي في شرف للمعرض هنتكلم كتير على الفعاليات دي وهنتكلم على حاجات بتحصل لأول مرة في الفعاليات دي وهنتكلم على جهات لأول مرة بتشارك بحاجات معانا يعني الخلاصة هقولوك بس حلاب وشالتين يعني عاملين شغل في مكان في المعرض ده في فعالية خاصة بيوم طول أيام المعرض دي حاجة مهمة جدا حاجات تانية كتير جدا هنتكلم فيها مع عظيف الكريم دكتور هيسم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب الهيئة العامة المصرية للكتاب هيكون معي عظيف كريم بإذن الله في مصر جميل وهيكلمنا أكتر عن هذا الموضوع من الحاجات المهمة برضو جدا اللي ما ينفعش نحن نغفلها هو دور المكتبات العامة في تنمية الوعي والثقافة الحقيقة ده يعني حاجة مهمة جدا وعايزين نرجع تاني نقرأ عايزين أنا عارف ان فيه شباب كتير قوي انا شخصيا بشوفهم لو انا ماشي في الشارع او على محطة اوتوبيس او محطة مترو قاعدين مسكين كتب ودي حاجة مبشرة جدا بالخير لان شبابنا بيقرأ وبيتثقف وده اللي احنا عايزين نعمله نحن نشتغل على نفسنا المكتبات دي ودورها الثقافي وازاي بتحارب كل انواع الحاجات الوحشة زي بتحارب الارهاب والفكر التطرفي وحتى التعصب يعني حتى التعصب في الرياضة لما يبقى عندك ثقافة ووعي اكيد هتبعد عن كل ما هو وحش كل ما هو تعصب او افكار ارهابية او 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 هيكون ضيفة الكريم استاذ رياض ردوان مدير مكتبة مصر العامة المتواجدة بالدقي هيكون ضيفة موجود معايا باذن لعشان يكلمني عن اهمية هذه المكتبات ودورها وبتعمل ايه وفيها ايه وايه بالزبط الانشطة اللي بتدور فيها دي كانت يعني كان استعراض بشكل يعني سريع كده لحلقتنا النهاردة وتعالوا بنا ناخد فاصل سريع ونرجع تاني عشان نبتدي بقولة فقالة مصر جميلة اشتركوا في القناة